الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع مع رؤساء ومسؤولي المجالس التصدرية بهدف استعراض المقترحات المتعلقة بإحداث نقل نوعية في حجم الصادرات المصرية بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومدبولي أكد أن مصر حققت بالفعل نتائج جيدة خلال العام الماضي من خلال تحقيق زيادة ملحوظة في مجال التصدير للخارج إلا أنه فيه توجه من أجل تحقيق طفارات في الصادرات وكلف رئيس الوزراء وزيرة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصدرية لإعداد ورقة عمل عامة يكون هدفها لإسهم في مضاعفة الصادرات على أن يكون هناك ورقة عمل خاصة بكل مجلس تصديري على حدة بيشارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة رقم 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بيشارك فيه فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي ديفوس لعام 2022 واللي بيستضيفه منتجع ديفوس السويسري والحد 26 مايو الجاري ده لأول مرة بالحضور الشخصي والسفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أكد أنه من المقرر أنه يشارك وزير الخارجية في الحدث واللي بيعقد في إطار المنتدى تحت عنوان الطريق إلى الدورة رقم 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الشراكات ما بين القطاع العام والخاص في مجال عمل المناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا